أحكام الميم الساكنة للميم الساكنة ثلاثة أحوال وترتيبها كما ورد في شرح تحفة الأطفال الحكم الأول وهو الإخفاء والحكم الثاني وهو الإدغام والحكم الثالث وهو الإظهار الإخفاء الشفوي وهو الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو إخفاء الميم الساكنة مع إخراج غنة مقدارها حركتان إذا أتى بعدها حرف الباء وهذا للتيسير على اللسان في النطق لأن الميم والباء حروف متجانسة وعلامة الإخفاء الشفوي في المصحف نجد الميم الساكنة معراه ليس عليها حركة وبعدها حرف الباء يقول الإمام الجمزوري فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء مثل ترميهم بحجارة طريقة الإخفاء الشفوي وطريقة الإخفاء الصحيحة كما تلقيناها من مشايخنا بغلق الفم تماما مع تباعد بين الشفتين مع إخراج غنة مقدارها حركتان مثل ترميهم بحجارة أهواءهم بعدا وفي ذلك بلاء وما هم بمؤمنين ولا نبلونكم بشيء أخطاء الإخفاء الشفوي هناك من يقوم بعمل فرجة بين الشفتين مع ترك الفم مفتوحا فهذا خطأ لأن ما يفعله هو الإخفاء الحقيقي للنون الساكنة وليس إخفاء شفويا وأيضا من أخطاء الإخفاء الشفوي كما يفعله البعض بإطباق الشفتين تماما على بعضهما ما إخراج غنة مقدارها حركتان فمن يفعل ذلك فقد أخطأ مرتين أخطأ بأن أظهر الميم الساكنة لأنه أخرجها من مخرجها بإطباق الشفتين وهذا مخالف للإجماع فالإجماع على إخفاء الميم الساكنة وليس إظهارها وأخطأ مرة ثانية عندما أخرج غنة مع الإظهار فالغنة مع الإظهار أصعب من الإظهار بمفرده والغرض من الإخفاء الشفوي التيسير على اللسان وليس التصعيب على الفم واللسان الحكم الثاني وهو الإضغام الشفوي وهو إضغام الميم الساكنة إضغاما كاملا بغنة إذا أتى بعدها ميما متحركة بحيث يتحولان إلى ميما مشددة مع إخراج غنة مقدارها حركتين ويسمى إضغام مثلين صغير أيضا علامته في المصحف نجد الميم الساكنة معراه ليس عليها حركة والميم بعدها مشددة يقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى مثل في قلوبهم مرض إن كنتم مؤمنين وأنتم معرضون الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي وهو إظهار الميم الساكنة قبل جميع الحروف عدا حرفي الباء والميم ويكون الإظهار بإخراج الميم الساكنة من مخرجها مع إعطائها صفاتها من غير زيادة أو تفريط وعلامته في المصحف نجد الميم الساكنة عليها سكون مثل هذا هذا الشكل وهذه العلامة التي نعرفها وهي علامة السكون يقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية مثل إنهم هم المنصورون ولهم عذاب أليم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وأريدك أن تنتبه معي جيدا إلى أخطاء إظهار الميم الساكنة يقول صاحب تحفة الأطفال واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي فقد يظن البعض أن هذا حكما مختلفا للميم الساكنة قبل الواوي والفائي وأطلقوا عليه مصطلح أشد إظهارا وما شابه ذلك مما جعل بعض الطلاب يتعسفون تعسفا شديدا في إظهارها لكن الأمر غير ذلك تماما فإظهار الميم الساكنة قبل الواوي والفائي مثلها مثل أي حرف آخر كما قال الإمام بن الجزري رحمه الله واللغض في نظيره كمثله فالميم الساكنة المظهرة تأخذ نفس الصفات في كل أحوالها وما قصده الناظم في البيت واحذر لدى هو أن تنتبه أيها القارئ وتظهر الميم الساكنة قبل الواوي والفائي حتى لا يحدث إخفاء للميم الساكنة بسبب قربها من الفاء إذا أتى بعدها حرف الفاء فقد يحدث إخفاء للميم الساكنة وقد يحدث أيضا عند الواوي لاتحاد مخرج الميم الساكنة مع الواوي فكل ما قصده الإمام الجمزوري هو التنبيه أن تنتبه ليس إلا ذلك وهناك أيضا أخطاء أخرى في إظهار الميم الساكنة يقوم البعض بزيادة الغنة في بعض الميمات الساكنة أقول في بعض وليس كل الميمات الساكنة خاصة المتطرفة وذلك بحجة توضيح وتحقيق صفة البينية فيها أو صفة الغنة يقولون للطلاب وضح صفة البينية وضح صفة الغنة لكنهم بفعلهم هذا ارتكبوا أربعة أخطاء الخطأ الأول ليست البينية التي يتحدثون عنها ويريدون أن يزيدوا من الميم الساكنة بسببها زيادة في الطول بل هي زيادة في القوة صفة البينية زيادة في القوة ليست زيادة في الطول فالحرف البيني يكون بين الرخو والشديد وهو أقصر وهو أقصر من الحرف الرخ فيقومون بزيادة طول الميم الساكنة اللي البينية لتصبح أطول من الحروف الرخوة مثل الضاد والضاء لأنهم لم ينتبهوا لذلك ولو انتبهوا لن يستطيعوا أن يزيدوا من حرف الضاد لأنهم وجدوا الميم سهلة لأنها تمشي معهم بكل سهولة مع الغنة فقد زاد البيني وهو الأقصر عن الرخو وهو الطويل الخطأ الثاني أنهم يفعلون ذلك وهو المقصود منه زيادة في طول الميم الساكنة يفعلون ذلك في بعض الميمات الساكنة وليس كلها خاصة المتطرفة فهم لا يجترئون أن يفعلوا ذلك مثلا في ميم أنعمتا لا يستطيعون أبدا زيادة هذه الميم أو مثلا يملل وليملل الذي عليه الحق ويقول الإمام بن الجزري واللفظ في نظيره كمثله فهم لا يتبعون القاعدة بل يتبعون قاعدة شاذة من تأليفهم فهم يزيدون من طول بعض الميمات الساكنة وليس كل الميمات الخطأ الثالث بزيادتهم للميم الساكنة أو طول الميم الساكنة أصبحت بذلك تشبه الميم المشددة في طولها فقد يلتبس على السامع بسبب طول الغنة التي يأتون بها وهذا يعد من قبيل اللحن الجلي الذي يلبس على المستمع فيتخيل حكما مختلفا أو حرفا مختلفا الخطأ الرابع أنهم لا يفعلون ذلك إلا مع الميم والنون وأحيانا مع العين وذلك ظهر حديثا في العين فقط بحجة البينية لكنهم لا يفعلون ذلك مع الرأي واللام فلماذا؟ لماذا لا يزيدون من طولهما؟ لأنهم لا يجترئون على فعل ذلك لا يجترئون أن يزيدوا من طول اللام الساكنة أو الرأي الساكنة وغير أنها تكون صعبة عليهم شكرا للمشاهدة